وقعت سلسلة تفجيرات في مطاعم وسحات عامة في مدينة جلالباد بشرق أفغانستان في الوقت الذي تحتفل فيه البلاد بالعيد المئوي لاستقلالها وقال فاهم بشاري وهو مسؤول كبير في قطاع الصحة إنما لا يقل عن 66 شخصاً أصيبوا بينهم 20 طفلاً ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات التي شملت عشر قنابل ووضعت القنابل في هجمات جلالباد قرب سوق تجمع فيه مئات الأشخاص لحضور فاعليات أقيمت بمناسبة عيد الاستقلال وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني قد دع المجتمع الدولي في خطابه بمناسبة عيد الاستقلال في كابل للوقوف بجانب أفغانستان للقضاء على ما وصفها بأوكار المتشددين ولم يشر غني في كلمته إلى المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة مع طالبان بشأن اتفاق من شأنه أن يفضي إلى انسحاب القوات الأمريكية مقابل ضمنات أمنية من طالبان وتريد الولايات المتحدة أيضا من طالبان الالتزام بعقد محادثات مع حكومة غني لتقاسم السلطة والتوصل إلى وقف لإطلاق النار ورفضت طالبان إجراء محادثات مع الحكومة لكن هناك مخاوف عميقة بين المسؤولين الأفغان ومسؤول الأمن القومي الأمريكيين إذا انسحاب القوات الأمريكية إذ يخشون من أن أفغانستان قد تنزلق إلى حرب أهلية جديدة